أطلقت جائزة الشارقة للاستدامة مرحلة تقييم المشاريع التي تم تقدمها في مختلف مجالات النسخة الثانية عشرة من الجائزة التي تنظمها هيئة البيئة والمحمية الطبيعية بالشارقة سنويا حيث بلغ عدد المشاريع 165 مشروعا في فئتي الجائزة منها واحدة منها 101 في فئة المدارس و 64 مشروعا في فئة الجامعات وأكدت سعادة هنا سيف السويدي رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة أن جائزة الشارقة للاستدامة تهدف لتعزيز مفهوم البيئة الخضراء المستدامة وهي مستمدة من رؤى صاحب السمو والشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في أهمية حماية البيئة وصون التنوع الحيوي في الإمارة وأضفت سعادة هنا سيف السويدي أن الجائزة تحمل الرسالة مفادها إذكاء روح التنافس بين القطاعات الطلابية المختلفة في المدارس والجامعات لابتكار وإيجاد وتطبيق حلول بيئية مستدامة للمشكلات البيئية الملحة التي تسهم في تعميم الثقافة البيئية وترسيخ الوعي بأهمية المحافظة على البيئة لتحقيق وتمكين مقومة التنمية المستدامة على أرض الواقع في البيئات التعليمية ترجمة نانسي قنقر